النهار دا كان فيه كلام وتفاصيل كثيرة جداً جداً عن دوري السوبر الأفريقي باترس متسبي أعلن على كثير من التفاصيل باترس متسبي رئيس الكاف أعلن عن كثير من الأمور في هذا المؤتمر اللي أعلن فيه إطلاق دوري السوبر الأفريقي تعالوا نشوف باترس متسبي أعلن اليوم رئيس الاتحاد الأفريقي لكورة قدم إطلاق بطول الدوري السوبة للأفريكي بداية من أغسطس 2023 على أن يبدأ التجهيز للبطولة من الشهر المقبل قال المتسبة أن كل فريق سيشارك في البطولة سيحصل على مليون دولار على أن يبلغ مجموعة الجوائز 100 مليون دولار يحصل الفائز بالبطولة على 11 مليون أرقام ضخمة جدا البطولة بتضم 24 فريق وفقا لتصنيف الأندية في كاف ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق وفقا للتوزيع الجغرافي للقارة مجموعة شمال أفريكي مجموعة غرب ووسط أفريكي مجموعة شرق وجنوب أفريكي بس أشرح لكم الجزائي ده قبل ما نكمل يعني التمن فرق اللي موجودين في شمال أفريكي هيبقوا مين على سبيل المثال مين التمن فرق اللي هيتنفسه أشي حاجة تبقى فاهم يعني مثلاً مثلاً الأهل والزمالك من مصر مثلاً الترجي التونسي والنجمة السحلي من تونس الرجاء والوداد من المغرب مثلاً ونتشوف فرق من ليبيا قال ترابلوس مثلاً اتحاد الليبي فأنت وطبعاً أنت حنسينا الجزائر نسينا الجزائر أنت عندك كمان فاكستيف في الجزائر عندك شباب بوليزداد في الجزائر عندك اتحاد العاصمة في الجزائر عندك فرق كبيرة أيضاً فأنت تتكلم في مجموعة الوحدها مجموعة نارية نارية تعالوا نكمل البطولة هتبدأ في أغسطس 2023 وتنتهي في مايو وتقام المباراة في دور المجموعات بنظام الزهاب والإياب أي أن كل فريق سيأخذ 14 مباراة في دور المجموعات تأهل أول خمس فرق من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز سادس من بين الثلاث مجموعات المنافسة من دور الستاشر تخوض الفرق التمانية التي لم تتآهل إلى دور الستاشر دوري جديد خاص بها للبقاء في الموسم التالي من المسابقة ويهبط آخر فريقين لكأس أبطال أفريقيا بداية من دور الستاشر وحتى النهاية تقام جميع المباراة بنظام الزهاب والإياب يقام النهاية من مباراة واحدة وصفها كاف في فيديو تقديم البطولة بسوبر بول أفريقيا يصبح إجمالي مباريات البطولة بدءا من دور المجموعات وحتى النهاية 197 مباراة والفريق الذي سيصل إلى النهاية سيشارك في 21 مباراة آه يا إرهاق آه يا إرهاق تعبنا إرهاق تعبنا إرهاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر